بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سؤال الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نكمل محضويتنا اليوم في مدخل الى التربية الخاصة واليوم نكمل موضوع خاص بمصطلحات التربية الخاصة في بعض المصطلحات المهمة في مجال التربية الخاصة وحنا عندنا اربع مصطلحات اول مصطلح منهم هو مصطلح الضعف وهو مصطلح يشير الى محدودية الوظيفة يعني وظيفة قليلة محدودية يعني ضعيفة يعني ممكن تكون فيها ضعف وبالأخص بنتكلم على الضعف السمعية والضعف البصري وده راجع إلى العاقة السمعية والإعاقة البصرية تاني مصطلح هو عندنا وهو مصطلح العجز وهو مصطلح يشير إلى تشوه جسدي كلمة عجز أو جاية على التشوه الجسدي أو مشكلة خاطرة في التعلم أو التكايف في الاجتماع نتيجة ضعف الضعف ده بيستخدم لها أكتر مع الإعاقات الجسمية والحركة طيب بعد كده عندنا الإعاقة الإعاقة هانديكاب بيستخدم هذا المصطلح عادة للإعاشار إلى المشكلات في التعلم أو السلوك الاجتماع وبيدال عليها أحيانا الطاب لغة والطباب تعليم الحالات الخاصة إيه هي الحالات الخاصة؟ الحالات الخاصة بتتوزع زي ما احنا قبل كده إلى معاقين وموهبين ومتفوقين المصطلح ده بيتكلم عن الأفراد أو الحالات اللي مستواهم أقل من العاديين اللي هم المعاقين أو أعلى من العاديين وهم الموهبين والمتفوقين زي ما احنا شايفين طيب تعالوا كمان نشوف بقى اليوم كمان عندنا حاجة غاملة أوه هي مبادئ التعبية الخاصة ايه يعني المبادئ في مبادئ كتير للتعبية الخاصة ولكن عندنا المبادئ الأساسية في التعبية الخاصة نتكلم عنها يجب تعليم الأطفال زي والحاجات الخاصة في البيئة التعبية القريبة من البيئة العادية طيب كمان التعبية الخاصة بتقدم برامج طربوية فردية ايوه كل حالة من حالات الأعاق حالة خاصة بنفسها عشان كده في موظم الأحيان احنا بنقدم برامج طربوية ايه فردية كل حالة يكون لها برنامج طربوي فردي جميل طيب تتضمن البرامج الطربوية الفردية ايه تحديد مستوى الأداء الحالي ان احنا نشوف الأداء حاليا بالنسبة للمعاقدة ايه او بالنسبة للمتفوق الموهوب ايه هنحدد أهداف طويلة المدى نضع أهداف طويلة المدى ومن الأهداف طويلة المدى هنشتق الأهداف قصيرة المدى جميل بعد كده نحدد معايير الأداء الناجح على أي أساس هو أطقن المهمة معيارها ايه ايه المعيار تحديد المواد والأدوات اللازمة ايه المواد والأدوات اللازمة اللي هنستخدمها داخل البرنامج تحديد مواعد البدء بتنفيذ البرنامج ومواعد الانتهاء طيب من الاهداف كمان عندنا ان احنا نوفر خدمات طبوية للمعاقين الخدمات دي بيقوم بها فريق من التخصصات المختلفة فريق متعدد التخصصات يعني مش فقط لغير معلم التباية الخاصة وانا المسؤول عن تدريب وتعليم زاوي الاعاقة لأت فيه علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج مهني وهكذا طيب بعد كده كمان عندنا الاعاقة الاعاقة لا تؤثر على الطفل فقط ولا انها تؤثر على جميع الفرد القصو عشان كده احنا عندنا في قسم التربية الخاصة الطلابنا بيدرسوا مادة ارشاد زاوي الاحتياجات الخاصة ارشاد قصة وزاوي الاحتياجات الخاصة ان احنا بنرشد القصة كمان التربية الخاصة المبكرة يعني التربية خلال السنوات الاولى من العمر قبل سن دخول المدرسة او قبل دخول المدرسة بيبقالها تأثير اهم من التربية في المواحل العمرية المتأخرة وده شعار التدخل المبكر التدخل المبكر ان احنا نتدخل في السنوات الاولى لذوي الإعاق